هناك تساؤل طرحة على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ويريدون الاستفسار لأن هناك على صفحة خاصة بضر الإفتاء على ما أعتقد هناك ضر الإفتاء المصرية هناك يمكن بسط يقول اللهم صلي على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أغثني أدركني يا سيدي يا رسول الله ويطلب التعليق على هذا البسط طبعا الكلام ده كلام خطير جدا وأن يأتي هذا الكلام على صفحة دار الإفتاء المصرية فتلك مصيبة أكبر فالمصيبة أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نحبه ونجله ونقدره لكنه كما قال عنه القرآن هو بشر قال ربنا سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليا فالنبي بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرغا والنبي صلى الله عليه وسلم عندما لا يجوز شرعا أن يتوجه الإنسان إليه بطلب المدد أو بطلب الغوث أو بطلب كما جاء في هذه الصيغة أدركني وأغثني يا سيدي يا رسول الله هذا لا يجوز لأن طلب الغوث والنصرة هذا دعاء والدعاء عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة والدعاء هو العبادة وبالتالي هل ينفع زي زي الصلاة يعني الصلاة لغة الدعاء هل ينفع روح صلي وأنا أتوجه في صلاتي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقصد إن أنا المعبود عندي هو النبي أنا أعبد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم ذلك عندما قال في أكثر من حديث لا تطروني كما أطرت المسيح عيسى بن مريم كما أطرت النصرة كما أطرت النصرة فالفكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك والإطراء هنا هو التمجيد الذي يبلغ درجة الدعاء والطلب نحن لا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الغوث ولا المدد ولا أي شيء إنما يطلب من الله تبارك وتعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فإذن يا إخواني إنه ما كان يمنع در الإفتاء أن يتقول أغثنا يا الله أدركنا يا الله يعني إذا سألت فاسأل الله الله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فطلبوا المدد والغوث والنصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الذي يفعل ذلك يعتقد أن رسول الله سيجلب له الخير فهذا شرك هذا شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر مكانته العظيمة لكنه لا يملك لنا ولا لنفسه نفعا ولا ضرع فكيف نطلب منه الغوث وهو صلى الله عليه وسلم الآن لا يملك شيئا حتى لو كان حيا بيننا فهو أيضا لا يملك شيئا فإذا هاء الدعاء يا إخواني لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى أي طلب من أي أحد آخر غير الله يعد ذلك شركا عافى الله تبارك وتعالى وإياكم منهم شكرا فضلتي الشيخ هناك